دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف إلى إقامة منطقة عازلة بهدف عدم السماح باستخدام الأسلحة المتوسطة والقصيرة المدى لاستهداف الأراضي الروسية وفي تصريحات له أشار ميدفيدف إلى أن القوات الروسية قد تضطر إلى التقدم حتى كييفا أو ليبيبا في أوكرانيا موضحا أنه يجب تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي أعلنت عنها روسيا لحماية أراضيها شكرا